بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كأنك تراه وصف سدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شكلك إيه سدن النبي شعرك نزاي كيف كان يبتسم كيف كان طوله أشمل وأجمع وصف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصف السيدة أم معبد الخزاعية قالت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قاسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه صطع وفي لحيته كثاثة أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت علىه البهاء وإذا تكلم علىه الوقار أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نذر ولا هزر كأن منطقه خرزات نظم ينحدر ربعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقاء يحفون به إن قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفوذ محشود لا عابس ولا مفند صلى الله عليه وسلم انتهى وصف السيدة أم معبد كلمات كثيرة تحتاج إلى توضيح من البداية بسرعة شديدة ظاهر الوضاء الوضاء قوة النور والضوء يعني ضوءه ظاهر ظاهر الوضاء أبلج الوجه يعني عارف بلاج الصبح عارف شروق الشمس ولذلك السيدة أم الربيع بنت معوذ لم يسألوها صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة وكأن الشمس تجري في وجهه وإذا ضحك يتلألأ وجهه نورا يا جماعة سيد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم اختار الله له أحسن صفة في الشمس وأحسن صفة في القمر الله رب العالمين جعل الشمس سراجا وهاجا وقعل القمر نورا السراج الوهاج فيه نور وحرارة فربنا أخذ السراج يعني النور بلا حرارة وأخذ من القمر النور وجمع الاثنين فمن الشمس السراج ومن القمر منير فصار سيدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا أَبْلَجِ الْوَجْهِ حَسَنِ الْخَلْقِ وَلَمْ تُزْرِ بِهِ صَعْلَةِ الصَعْلَةِ دي اللي هو صغر الرأس مع عظم الجسم حد تلاقيه جسم جامد جدا جدا ورأسه صغير لا سيدن النبي الرأس وتناسب مع الجسم الجسم مع اليدين اليدين مع الرجلين أعظم ما خلق الله عز وجل أعظم من خلقه الله لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم يعني القسمات عظيمة جدا في عينيه دعج الدعج يا جماعة اللي هو شدة بياض العين مع شدة سواد النمي في عينيه دعج وفي أشفاره وطف الأشفار اللي هي الرموش الوطف يعني إيه الرموش طويلة مع انثناء أطرافها الله وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل مش الصوت حاد أوي كده لكن صوت قوي لكن فيه بحة خفيفة وفي عنقه سطع السطع كان يقوله على رأبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على عنق سيدنا النبي لما تشوفوا زي الفضة المذابة مدور كده وأبيض وجميل كالفضة المذابة وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة اللحية شديدة الكثاثة وشديدة السواد وعنفقته كالفضة المذابة العنفقة اللي هي الشعر لتحت الشفة ونازل إلى اللحية وحولها أبيض زي الفضة المذابة شديد سواد الشعر إذا صمت علىه الوقار وإذا تكلم علىه البهاء أجمل الناس وأحلاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هزر كأن منطقة وخرزات نظم الكلمة طلعة زي اللؤلؤ كأن منطقة وخرزات نظم ينحدر ربعة لا تقتحمه عين من قصر لهو أصير ولهو طويل لكن سبحان الله ما مشى مع أحد إلا طاله غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقاء يحفون به الناس دايما حواليه يحفون به إن قال استمعوا إلى قوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفند صلى الله عليه وسلم شكرا جزيلا